السلام عليكم ازيكم حبيبي اعملين ايه يا ربي اتكونوا بخير النهاردة هنعمل طريقة الحقوشي بطريقة سهلة انا عملت الحشو بتاعها عبارة عن ثلاث حاجات بس عبارة عن لحمة مفرومة اي كمية طبعا ويكمان خضرة شبت وبقدونس وكسبرة مفرومين فارمي ناعم يتحطوا على اللحمة المفرومة وكمان عندي تفل بصل تفل البصل بس بلاش المية بتاعت البصل ومش هنرمي المية بتاعته هنستعملها ان شاء الله جوه الوصفة كمامي بعندي لحمة مفرومة وعندي تفل البصل والخضرة شبت بقدونس كسبرة حطهم على بعض احط التوابل ابسط التوابل ملح وفلفل وادعاكم في بعض احطها في التلاجة شوية واجيب العيش البلتي زي ما انتم ما شايفين كده وحفتح كده حتة منه وبعد كده هجيب الحشوة بتاعتي وححشيه بيها وهحطه بقى في الفرن او في البتجاز من فوق على اي صنية في اي 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 حاجة تتحط من فوق اه وبعد كده هجيب المية بتاعت البصل عليه احط شوية من الزيت وهي هي دي اللي هحط بيها هسق بيها من فوق حبل بيها العيش بتاعي عشان ما يتحرقش دي اهم حاجة يبقى عندي مية البصل وشوية من الزيت بفرشة كده وحبل العيش من من فوق ومن تحت وهحطه بقى في اي توصف اي 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 سنية لو اه هحطه من فوق على البتجاز وممكن كمان يتحط في الفرن بس كده طريقته سهلة وجميلة جدا وان شاء الله هيعجبك اه تغيير عن الاكل وعن الطبيخ اهو كده انا هحشي باللحمة المفرومة مع اه طفل البصل وكمان الخضرة والملح والفلفل اه تمام تابعوني بقى للاخر عشان تشوفوا انا عملت الطريقة ازاي اه وبالهانا والشفة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة